هالفقرة بست ضيف دكتور رائد محسن اقتصاصي بالإرشاد والتوجيهة الزواجة والعائلة موضوعنا اليوم كتير مهم التنمر بين المراهقين والمراهقات صباح الخير دكتور صباح الخير لكل اللي عمشاهدونا ولقيك التنمر التنمر يعني البوليينج البوليينج بلك قافت هيدا العصر قافت ولاد اليوم يعني مش بس المراهقين حتى بعمر أصغر وكل ولادنا بيتعرضوا يعني ممكن البلطجي الصلبطة التنمر هو هن المستعملون لكن المعترف فيها أكتر بالأدابيات هي التنمر فأيه في مقالته أنا بقول كتار منولاتنا تعرضوا لها يا أما بكونوا هن المتنمرين أما حدا عب يتنمر عليهم خلينيقول أنه أول شي يزبطي لي لو أعطي لي كيف بتحب تنهي هلأ خلينيقول كيف بحب بلش بحب أبدأ حب أبدأ بأنه وين الأهل الأهل لازم يكونوا هني على علم بي شوليدون عب يتعرضوا بالمدرسة إذا كان في روح على المدرسة أو هلأ اللي هو أكتر شيوعاً اللي هو سايبر بوليينج أونلاين على الإنترنت كمان كتير أكتر أنواع البوليينج والتنمر هي على الإنترنت على المجموعات على المجموعات على المجموعات على الواتس أب الانشي عندي مشكله أنا مع بنتي أو أبني مش أسإ كان بس حدا عم بتنمر عليه أسإ كان هو عم بتتنمر في مشكلة أنا أسأل سؤالك بكتير بيخطر على راسي من هو المتنمر؟ المتنمر هو هيدا هلا عم نحكي عنه بدو يشغل بالي على أبني أو بنتي لا هي عم بتمارس هالنوع هيدا من الصلبطة على الآخرين ما نشوف بالبيت هل هناك بالبيت جو من التنمر؟ يعني في حداً بيرفع صوته أحداً طبعاً إذا فيه نوع من العنف المنزلي بيكون بالملعب بالمدرسة بياخد شكل العنف يدفع حداً لقدام يدفشه لقدام مثل ما بيقول إنه بدار يجنخع وكوع هو ماشي هيك هيدا نوع من الأنواع التنمر ممكن شعب أقول بالبيت هم أقول ممكن يكون أخذها من البيت هلأ اللفظة هي من البيت ممكن كمان تكون إنه معود إنه فيه ارتفاع صوت بالبيت فهذاً هو بيمارس الشي هذا كمان بالمدرسة يعلي صوته طيب هلأ متل ما منقول إنه في بعض الأهل بقولوا أنا ما بهين علي مبرضة إنه ابني يكون هيك عبي بلطج على الآخرين وفي نوع آخر من الأهل هو أخطر من بسطه إيه بقول عفاة مش أحسم أحداً يكون عبي بلطج عليه عبي تصلبط عليه أو إذا المدرسة سهلة التواصل بين الأهل بين بعضهم تيحكوا بتقولها شو بدي أعملك إذا أبنك بلا شخصية أوف طيب هوني هالأم اللي عم بتقول للأم الثاني شو بعملك إذا أبنك بلا شخصية بمعنى إنه ابني بالدارج أكله راسه إبني كذلك بخطر متى ما هو ابنه بخطر لأنه ببلطج هو اللي عنده ثقة بالنفس متدني آآ عنده ثقة بالنفس متدني صحيح لأنه يعمر رد تفعل هيك إيه الظهور بمظهر الأول أنه أنا القصة كلها هي مصطنعة فعلينا كأهل لما أبني أو بنتي تكون عن 8 سنوعة هيدا إنه شو ناقصوا لأبني شو ناقصوا لابنتي ناقصوا عادة بيكون إنه لا يمتاز بشيء فوجد نفسه بموقع أنه يريد أن يمتاز وتميز عن الآخرين بسلوك معين لأنه أهوانه هي البلطج هي التنمر فإذا لا ما نشوف نحنا بيفرد حاله يعني بيفرد حاله فإذا نحنا بدل معاقبته للمتنمر بالنسبة للمدارس لأنه أكتر المدارس بقول طيب شو بدك يعني عاقبني أول مرة أو تاني مرة وبعتني على البيت يومين ما فينا نروح عليه السنة عم نقول لأ أم المبلطج لا ما نقول لإحنا أنه أنه للمدرسة للسستم المنظومي كلها التعليمية التربوية مع الأهل ما نشوف العنبي يتنمر على الآخرين شو ما نشوف هوياته مضرور يكون أنه مهم ينجح بالمدرسة بس ما نشوف شو هوياته شو ما نقول لإهتماماته خلينا ضروري لإيلو أكتيفيت يعني حكي خاصة إذا كان مارشال أرس إذا كان نوع من أنواع الدفاع على النفس من تايكواندو سميهم بدي كي هون جيدو ما عجبته هاي دي راح مرتين ثلاثة عليا بيعزبوا شي تاني تماما مثل موسيقى أنه حبي مولدنا يتعلموا سياء هن حبي تعلموا سياء ده نور اللي إيلو شي يحبه مجيب جيتار بروح على درس الجيتار مرتين ثلاثة ما حبه بيانو بحبه بعدين حب شي تالت هون نفس الشي ما فينا نقول إن أخذنا مطرح وما حب ما حب هون ما حب هون بإخر شي لحب تايكواندو راح يحب مكس مارشل آرس راح يحب كيك بوكسنغ ونفس الشي للمتنمر عليه لأنه كمان نفس الشي بكون شخصيته ضعيفة شخصيته ضعيفة يعتبر شخصية ضعيفة ما يجرح الآخرين أو تعلم ما يجرح أو حساس وبين حدا شخصيته ضعيفة فينا ميز فينا ميز ممكن يكون مهذب ومربى وقدر يوقف ودافع عن نفسه مضروري بالضرب لكن مجرد مشيته ووقفته وكلامه تردع الآخر إنه يتنمر عليه ممكن يكون مهذب وقدمي ومربى وشخصيته ضعيفة كيف ممكن نساعد الولد نفس الشي مثل ما ساعدنا المتنمر أنه خليها تتغير مشيته خليها تغير مشيته وهذا ينطبق على الذكور والإناث بأنه نرفع معنوياته ونفس الشي المارش الأرس بس كيف يعني نغير مشيته مالش يعني لما واحد يجي يروح على صوف المارش الأرس طبع التاكواندو الجيدو الكيك بوكسنغ البوستير تبع الجسم بغير صحيح في شغل على الجسم ومعنوياتهم تتغير بيصير من مشيته أو المشيته ما حدا يتعطى معه نحن ما عم نقول لهذا المدارس من الشغل بينهم كأنه عم نقول إنه آه بدك تعمل لي مشاكل ملعب مدرسي لا ما عم نقول لهذا حتى هلا يمكن مرة واحدة يدفعه عنه وهي كان يتنبعه دي السرجل إنه مش غلط يعني يعمل ردة فعله واحد مرة والمتنمر اللي أهله بقوله هلا أبني عبي يخبئت عبي يضرب بالآخرين بالملعب جيبك تعلمه بعد فنون كيف وقع واحد على الأرض وكيف يعمله ما هو أول شي بيعلمه هو احترام الجسد واحترام الآخرين وجسد الآخرين لذلك إذا كان عنده فائد من القوة بده يمرسه بالملعب ساعته بيعرف إنه هاي دي ما بمرسه على اليمين وعليسار كيف ما كان أوكي فهون هاي دي ضروري هلا هاي دروري لسوبيان يعني لا للبنات حتى للبنات كل ما ذكرته الآن ينطبق على الذكر والإناث وفي كتار بنات بروح كيك بوكسنج بروح تلك واندوم عن جويز ومدارس وبالجامعات وعنا بالجامعات بشوف أوقات بعد من طالبيتي بكونوا ربحانين على مستوى الدولة والدولة فلا هاي دي ضروري للتنين إنه يمرسوها هلا بغض النظر مدرور يكون اللاعب يتنمر على الآخرين ولا متنمر عليها لحتى يعمل مارشل آرد سمس عم بقول إنه خاصة هاي دي هي الوصفة وهي دي كتير يعني مستعملة وفرق وبرهنة برئة معتملة وبرهنة صحتها على أرض الواقع هلا بالسايبر بولينج على الإنترنت كمان هوني هوني الأهل كمان بدنا يكونوا على علم إنه ما معنات أنه أنا بدي أتطرج على اللاب توب بنتي شوعة أو ابني شوعة بيكتوب أو شوعة بيصلوا أو الواتساب جروب بس ما يكون فيه وانا ويكون يحكي عن موضوع كتير سابقا لما يكونها في العلاقة الوطيدة هاي دي بين الأهل وولادهم اللي هنا عم عرفة بمسائلهم بصيروا قدرين لولاد يحكوا عن مشاكلهم خلنا نذكر العالم إنه بدنا نلقي الكواليتي تايم يلي الوالد بيبقى كل شي فيه يعني فيه فيه وقت لولاد بيخبره يعني يمكن قبل ما يناموا أنا ولدي مساء قبل ما يناموا بيحكوا بكل شي ما حكيوا كل نهار ومصحيح ومرة قلنا إنه أوقات هني ونطين نحن نزلين على الأوتوكار يعني هني كانوا هني بنترهوا الأوقات الصغيرة يبقوا البحثة صحيح فإذن هاودي كل واحد يعرف أمتان أولاد يمكن حتى بالسيارة ليلا بالسيارة بيعرفوا إنه ماما والبابا مراكزين إذا كانوا عم بسوق وما فيه شوفير ما فيه سائق إنه مراكزين على الطريق فتركيزهم مشكلوا معهم اي وما فيه آي كونتاك ما فيه تواصل نظر بصري بقى بيعرفوا إنه فيه إحكي بدي أنا وقاعد ورا وتركيز على الطريق بالنسبة للي عم بسوق بقى هاودي يعني كل واحد بيعرف أولاده أمتان بقى هادي لما يحكوا عن مسائلهم وما يحكوا عن إشياء كانت منيحة وإيجابية بالمدرسة مفروض نسمع لهم ونصغي لهم حتى لما يصير في معهم شي سلبي كمان يعرفوا إنه مصغي دون إلقاء اللوم أوكي وأنت شو عملت؟ أنا ما عملت شي مهني كانوا ثلاثة لما إجوا بالملعب ودفشوني أوكي وأنت دذك ساكت متل تبعا بتهين ابنه طب شو ما أولت قلهم؟ ده نحكي من الموضوع بعدين أكيد مش أنا أعبسوه أو إذا كان مكان غير مناسب إذا كان مكان مناسب منشوف ساعته إنه أوكي نحن تعطي بهالموضوع بس شو ما أقولت إلو إذا ابنك مسع بيتعرض للبولينج من كذا حدا شو ما أقولت تجي تقول له بهيك لحسب هالإكزامبل اللي أعطيته؟ بنقل له إنه لما بين أصهو شي ما كان بيعمل هيك وبقل له إنه ما عم بيعمل هالشي هذا معك بس عم بيعام مع الآخرين لأن بدون ما أعرفوا بتفسر له عن المتنمر أنه هو المنموض صحيح بدون ما أعرف شي عنه عم تنم كمان عم مارس نفس السلوك مع غيره لأبني بس لحتى قاله إنه غلط مش فيك هلا بنفس الوقت ضمنا ما إنه في غلط بأبني لكن بعرف إنه بده تقوية معنويات وتقوية جسدية نفس الوقت لأنه بالنتيجة لما نقول للمدرسة وما ناخد إذنه تنقول للمدرسة لأنه يمكن يقول ما بدي فتكره إنه أنا لازم ناخد إذنه لنقول للمدرسة؟ مضروري هي مش بمعنى إنه معلاء إذن بارت المدرسة بل تبليغ أكتر ما هي أخد إذن إنه لازم المدرسة يعرفه لأنه غيرك يمكن إذن أكتر يمكن نكسر سنه يمكن نكسر أنفه يمكن تنحمي غيرك ونحميك بس نركز عليه وعلى آخرين إنه هم مش وحده لازم المدرسة يعرفه بالمدرسة مانا نشوف فعل ونشوف أكشن بالمدرسة إنه أنا كأهل ابني تعرض لهيك أو ابنتي تعرض لهيك شو عملته؟ وبنفس الوقت قويل حتى إيه بالملعب ساعتها بدي إذن المدرسة ما أخذت أي فعل بدي إنه يصبح خلال فترة شهر أو أكتر شوي يرضع لآخرين جسدياً هلأ نرجع للصايبرولينج اللي إلنا عنه خطير أوقات واحد بتعرض لمجموعات من ناس بمجموعات بالتنمر دون معرفتهم نعم يعني بيعرف اتنين منهم وهو ديك البيئة إصحابهم وشاركون بالتنمر عليهم طيب هوني بيجي إنه كيف قدرت ابني أو ابنتي إنه ما بقى تعطوا مع المجموعة بس فلين بيخبرني إنه عملوا وقالوا عني هيك هيك شو بدي بفليني ما بيعرفوكي هني لو ما عندهم لو عندهم شي يعملوا ما كانوا بتسلوا فيك وبغيرك نفس الشي فيك وبغيرك أعطول يعني أنت وغيرك يعني أعطول إذا ممكن اتصال بأهلهم كتير ميح لأنه معظم الأهل مبيني عليهم ممكن ممكن نتصل بالأهل ممكن طبعاً نحن هلأ ممكن أهل يحكوا أهل إذا ممكن متحداتنا صغيري نحن بالمدرسة من خلال المدرسة هي الوسيط وخارج المدرسة إذا مجموعات ما بنعرفون نقطع نقطع العلاقة مضرور نتصل بالأهل لكن إذا فيها التواصل يعني يعني ابني أو بنتي أصدقاء مع هلتنين وابن خالتهم عم بيه هوني ما فيه أفصل لأنه بنتي أو ابني سحبي معهم وابن خالتهم عم بيبلتج عليهم معني طب وسط الأقارب والأصدقاء ممكن الاتصال بالأهل طبعاً من أول مكالمة أو محادثة أو مواجهة نتعرف على ما بنعرف إنه بنحكى معهم أو بنحكى معهم إذا ما بنحكى معهم بدي شوف كيف بدي ساعتها أسحب أقطع طبعاً أنت حتى مع أو ابني مع هود الصحبة النوية هوني أما ما بنيتأثر فيه ما فيه يضل يقول لي لك شو حكي عني طب هود ما بنعرفون ما قدين نردعون إلا إذا صار فيه نوع من التنمر بالصور نعم والحصول على صور حداً آه يصوروا ويبعثوا وهيدا موضوع أن هنجي نحكينا فيه وهتحكينا نعم وأحكينا على الصحية أنه حدا يصور استسهال إرسال الصور لحداً خليني أخذ مثل ذاته بنتي عم تبعد صور لصديقتها وشوي وبنتي عمرها 14 15 16 أو أصغر حتى ومفتكرة أنه بس صحبتها صديقتها بدأت تشوفون وبحكم وجود أقربة عندها أخذوا الصور وصاروا يبتزون فيهم بين مجموعات الأصدقاء يمكن صورة عفرجية أنا مثلاً ما بعرف بنات شو بنبصلوا بحالهم بعمر معين شو لبسين يمكن ما ترضى أنه الكل اللي شوفوها بعثتها لعص صديقة عندها وتسربت الصورة صار فيه تنمر وهو الأسس بتضيق لولادي كتير أو بهالعمر يعني المراهقين أو قبل شوية يمكن تكون صورة عادية بس لا لا حدا شافها ممكن تكون النكس بالنسبة لألون صحية عرفت يعني أو لو زعلهم من قصص يمكن نحنا ملاقي عادة بلك كأهل فالعمر هيدا كمان يعني عم نحكي بعمر السنة مراهقين نكون 13 14 15 زعلوا بتضل تركي أثرة أنه مرة تركي بصمة نعم أنه أنه هيك حدا نعمل بقى من هون الأهل كمان دين وعاولا دون بس على الرسائل النصية اللي حكينا عنها وعلى الصور اللي نبعطها للآخرين نعم هلأ نرجع شوي لموضوع المدرسة نحنا نرجع على المدرسة حضوراً شينهار بخلي نقول بالخريفة أكيد يعني مفروض أنه يكون كي أكيد بس معنا حكي معنات أنه بواحد ما بده يخبي ما بده يأجل ما بده يأجل بلاغ المدرسة آه و أهم شي سؤال المدرسة شينوين تعملوا بالموضوع ما أنه بلغتكم بلغتكم بدنا نتابع الموضوع شين للي نعمل مابتانشون لأن في مدارس أنه ما دعمله عايق عندي بمدرسة 700 تلميز بدي اهتم به آه وقال له ما تكون أنت دور المدرسة هو تربوي مفقف مش ملقن بعدين دكتور مثل ما قلت المتنمر هو مش على ولد واحد هو متنمر على كذا ولد معناتها عم بيمارس هذا الضغط أو هل قلت التهزيب على كتير ولاد صحيح شو مخاطر كمان الأهل المفتخرين أنه ابني هو عم بيصلبط على الآخرين هي أنه المسيح عمره فوق السبتعاش فوق السبتعاش بدي يصير في مشكل أفضل معناتها مشروع انحراف فينا نكفي في هذا الموضوع فينا بس أنه نختم مشروع انحراف بمعنى أنه يبقى بيصير بالشارع بيعمل مشاكل ومشروع انحراف لتنابل المخدرات وإلى آخرين يعني مابادئ مش موجودة رح تكون هيدا الولد أو مكسورة فيه مابادئ لكن مش عمارسة شكرا دكتور منتابع بلك هذا الموضوع أنا وياك الأسبوع المخبر